نعود الآن مشاهدين إلى مرسلنا ضياء ليطلعنا على آخر التطورة تفضلتيا نعم فعليا الإطار التنسيقي بعد أن دعا جمهوره وتياره إلى الانسحاب من أمام المنطقة الخضراء وانسحب عدد كبير منهم كما نشاهد وبقي بعض الأعداد ما تزال متواجدة هنا وإن كانت بأعداد قليلة ولكن الغالب الأعم انسحب من هذه المنطقة وطبعا بدأت فرق الخدمات واللجنة التنظيمية بتنظيف المكان وجمع القمامات ومن الملاحظ ويمكن رؤية بعض الصبات الكونكريتية التي تم إسقاطها هذا اليوم والتي تقع على مسافة بعيدة طبعا أسقطت بدون جهد هندسي أو آليات ضخمة بوسيلة الحبال والدفع من قبل الغاضبين المحتجين حيث قاموا بإسقاط هذه الصبات الكونكريتية وتمكنوا من دخول أو اختراق الصف الأول دون اختراق أو دخول إلى البواب